دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاذمي قادة الكتل السياسية إلى البدء في حوار وطني يوم غد الأربعاء في مقر الحكومة في إطار الجهود السياسية لحل الأزمة وأكد القاذمي أن هدف الحوار هو إيجاد حلول الأزمة الحالية والانسداد السياسي في نطاق الدستور مشيرا إلى أن الحكومة ليست طرفا في الصراع وهناك من يحاول أن يحملها مسؤولية هذه الأزمة كما شدد على أن الحكومة لن تتورط في الدم العراقي مشيرا إلى أن المشكلات يجب أن تحل بالحوار